الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا ها هو الضيف الكريم والذي حل عزيزا غاليا عظيم الأجر جميل الذكر يغادرنا تودعه القلوب والدموع والجموع فطوبى لمن أحسن ضيافته وكان فيه من المقبولين وهي خسارة من ضيعه وأمسى من المحرومين نظل ثلاثين يوما نعمل وجد نتسابق إلى الله عز وجل بالطاعات فها هي الفرائد والسنن في أوقاتها نتحمل الجوع والعطش ليشعر جسدنا بمعاناة غيرنا فنخرج الزكاة والصدقة ونقوم الليلة للمناجاة والدعاء وطلب الرحمة والمغفرة والعفو والعتق من النار وكثير منا يستطيع أن يعدد من ختماته للقرآن خلال هذا الشهر الفضيل نمنع أنفسنا كذلك عن الكثير من الذنوب والمعاصي ونبتعد عن كل ما حرم الله علينا نروض أنفسنا في ثلاثين يوما فتكون وكأنها في مضمار سباق عظيم تريد الفوز بكل شيء واغتنام الليلة تل والأخرى فهي أيام معدودات كل منا يريد أن يتسابق في اغتنامها والفوز بها وبهذا يخرج الإنسان من هذا الشهر بقلب نقي جديد فلقد طهر جسده بالكامل خلال ثلاثين يوما في كل يوم يعلي من همته ويتسابق لإرضاء الله عز وجل يريد أن يخرج بعبادات ثابتة يريد أن تكون نفسه وقلبه كما كان في نهار وليل رمضان ولكن ما يحدث مع بداية أيام جديدة في شهر شوال أن النفس تبدأ في التراخي والتباطئ عن العبادات ويشعر بثقل جسده يزداد يوما بعد يوم ويأتي الفرد على الفرد بغير إدراك منه يسمع صوت الأذان ولا يعرف كيف يلبي نداء الرحمن بل الأكثر بل الأكثر من هذا أن من كان يذهب إلى المسجد ويعتكف به أصبح لا يرى فيه إلا ما بين الحين والحين وأصبح هاجرا للقرآن وهو بالأمس القريب كان يبكي مع كل آية من آيات العذاب والوعيد بالأمس كان يبتسم من شدة فرحه بآيات الفوز وما أعده الله له من نعيم دائم أصبح لديه فطور شديد في عباداته أصبح كالآلة التي تعمل ولا روح فيها تكتفي نفسه بأقل القليل من الأعمال فهمته ليست كما كانت ونفسه أصبحت متراخية ويظل يبكي ويتساءل كيف أصبحت هكذا وأنا بالأمس القريب كنت أتذوق حلاوة الإيمان وأتردد بنعمة القرب من الله ويظل يتساءل من يكون وماذا عليه أن يفعل ليعود كما كان في صابخ عاده مع الله فنفسه تشتاق للبكاء والقيام بين يدي ربه يريد الذهاب إلى المسجد ولكن جسده مكبل بسلاسل الكسل يشتاق سمعه وبصره إلى تلاوة القرآن يظل يبكي ويبكي على حال قلبه فيبدأ في التذكر إنه مع نهاية شهر رمضان عزل نفسه وبعد عن صحبة الأخيار وسمح لجسده بالتوقف عن العمل وفتح باب قلبه لعدو الإنسان سمح لشيطانه أن يغويه ويبعده عن طريق الصلاح والهداية والقرب من الله تهاوى بجسده في بئر مظلم لا يستطيع الحراك كما أنه رجع إلى كل ما كان يفعل من ذنوب ومحرمات نعم نعم سينضي رمضان فإما أن تكون نفسك ثابتة وإما أن تكون فريسة سهلة لمكايد الشيطان وهنا أتساءل أليس رب رمضان رب كل الشهور أن أعبده في ثلاثين يوما ونبتعد عنهما تبقى من الأيام والشهور والله إني لأتعجب ممن ذاق لذة القرب من الله كيف له أن يبتعد عنه ولو لثوان كيف له بعد هذه اللذة أن يكون من الغافلين كيف يكون في نعيم وراحة ويذهب بنفسه طوعا إلى البعد وكثرة المعاصي كيف لمن ارتوى بحب الله والقرب منه أن يبتعد هكذا كيف لمن أضاء ظلمة قلبه وشد من عزيمته أن يكون هاجرا لحب الله اثبتوا عباد الله فلا نعلم متى نرحل أتريد أن ترحل بكتابك وهو يفيد من كترة حسناتك أم تريد أن ترحل وكتابك خال ونفسك ترتعد خوفا ولتجعل نفسك دائما في طاعة وتقرب من الله سبحانه وتعالى جاهد نفسك واشحن قلبك بحب الله تكون من الفائزين فنحن في دار عمل واجتهاد فإما أن تكون من الفائزين فتنعم بما أعده الله لك أو تكون من الخاسرين فتأتي يوم لا ينفع الندم تأتي ذليلا نادما على ما فردت في حلق الله وحق نفسك فأنت فقط فأنت فقط من سيحدد مصيرك أنت فقط من سيحاسب فكل عمل كان سببا في ابتعادك عن ربك سيتبرأ منك وستمضي يوم حسابك وحدك ولن ينفعك بكاؤك أو حصرتك على ما فردت في حق الله وحق نفسك إذن رمضان هو فرصتك الحقيقية لتنجو وتذارك ركب الصالحين أخرج من رمضان بعبادات تابتة تعينك على نفسك وقت الفتور والكسل حدث حدث نفسك وقلبك وقل والله لن أضيعكم أبدا ليكن رمضان هو انطلاقة حياتك نحو تغيير نفسك وسعادتها لا لشقائها فمن كان مع الله كان الله معه اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته